موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد ونهار جديد وهدي اول مرة نطلع لكم في هاد السنة الجديدة نتمنى ويا ربي هاد السنة الجديدة تكون سنة خيرة لنا وعليكم ان شاء الله وتكون سنة دي التسير والرزق والصحة ورحت البال واي حاجة كتمنوها في خاطركم ان شاء الله يربي شكرا لكم من القلب لاخر فيديو نسلتو تعليق اللي خليتو ليه المسامنيات كما كنقول لكم دائما كلمة شكر قليلة في حقكم فالفيديو ديال اليوم كما كتشوفو هدي يكونو فيه وصفات اللي ممكن تحضروهم اما الجديد جايين عندكم يعني العائلة ديالكم ولا اللي بوفي ديال اعياد الميلاد مهم انا كان هاد النهار عائد ميلاد ديال زوج ديالي ففضلت انني نحضر اشياء بسيطة في الدار كما كتعرفوني دائما كان بغير نحضر شي حاجة اللي في الدار وفي نفس الوقت نشاركها معاكم لان افكار جدا سهلة والديدة لديدة بسة فيني شي حاجة اللي يتبقى معتمدة عندكم ولكن قبل ما نبدأ الفيديو ونبدأ الوصفات بغيت نشارك معاكم هاد الفرحة هادي اللي هي وصول الدرع الدهبي صراحة وصل مش حال هادي وصل يعني في 2021 ولكن ما جاتش الفرصة انني نشاركه معاكم وقلت ضروري انني نوريه لكم ونشاركه معاكم بما ان هادي كما هي قناتي هي قناتكم مدم انكم كتتقوا فيا وكتبعوني وكتجربوا الوصفات ديالي فضروري انني نشارك معاكم هاد الفرحة هادي وشكرا للاي وحدة دارت اشتراك في القناة اي وحدة تفرجت في الفيديو ديالي اي وحدة دارت لايك دارت تعليق زوين لهلاي خطيكم عليا شكرا على المساندة ديالكم طيلة هاد السنين هادي لو لكم توما يهني ما كانش هاد القناة هادي غاد زيت القدام يعني وخان ديرو احنا مجهود ضروري انه يكون واحد تفاعل تكون ناس كتبغيك ناس كتبارتاجيك ذاك شي باش الواحد كي يوصل سواء الناس اللي كانوا معايا من البدايات ديالي شكرا لكم من القلب كذلك الناس اللي تزادوا جداد مرحبا بكم والف مرحبا ونسا فانا عمرني متوقعت انني نوصل هاد العدد هذا اللي هو مليون مشترك عدد اللي كبير بالنسبة لي والحمد لله عمرني ما درت شي حاجة اللي خيبة في هاد القناة دي ما كانشارك معاكم غي الحويجات الزوينين شي حاجات اللي غادي يفيدوكم شي حاجة اللي ما غاديش تفيدكم را ما كانشاركهاش بطبيعة الحال وهاد شي اللي كايين مويم هلا يخطيكم مليون وانتمنى دائما نكون عند حسن ضن ديالكم فالموهم فيديو دياليوم كيموك لكم يكونوا وصفات ديال هيد الميلاد فغادي نحضر معاكم تشارلوت كيك غادي نحضروه بالبيسكوي المشهول اللي كيسايبو به تيراميسو اللي هو بيسكوي بودواخ مويم راه موجود في المحلات كلهم كتلقاوه غادي تحتاجوه البنات 500 جرام ديال جبن كريمي انا استخدمت فيلا ديلفيا استخدموه اي جبن كريمي يكون عندكم وغادي تحتاجوه 500 ميليليتر ديال كريمة السائلة اي كريمة ديال الخفق السائلة وغادي تحتاجوه البنات قريبا 31 جرام ديال السكر موهم السكر كيبقى على حسب الضوق ديرو جو جمعي لقات 3 على حسب الضوق ديالكم انا صراحة ما كان كترش السكر بساف مبادئ نحتاجو البنات جو جمعي لقات كبار ديال الحليب بودرة او لنيدو في المغرب يعني كنستعملو الماركة ديال نيدو ومعلقة صغيرة ديال الفانيلا السائلة او لما ممكن تنسموه بسكر الفاني اللي بغيجو صافي البنات هادو هما المكونات اول حاجة غادي ناخدو الجبن الكريمي ووضحه في الخلاط نضيفه مبادئ نضيفه خمسمائة مليلي لتر ديال الكريمة السائلة انا هاد الكريمة عندي فيها لتر فاستخدمت نصف العلبة فقط صافي مبادئ نضربو الخاليط مزيان مزيان مع بادياتو مويم غادي ناخدو البنات واحد للمون اللي يكون هكا كيتفتح باش نبادئ يعني سهل علينا اننا نفتحوها فاشكا تتماسك صافي غادي ناخد ذاك البيسكويب لما نفزقو موالو هادا اللي كيكون في الجناب ما كيتفزقش طبيعة الحال حاولو تفرشو واحد الورق هكا ديال الزبدة ممكن ما تفرشوه شو لكن مويم اللي احسن فرشوه وغادي نبدا نستفدو ذاك البيسكويب حلاكا شوية بشوية وخيطح معاكم مويمتو ما غادينو كاتقدو حتى قبطو بلاستهم يعني احنا مبدفاش غادينو الكريمة غادي يتماسكو ويشدو بلاستهم صافي مويم بها الطريقة هادي ما كان ما اسهل صراحة هاد الحلوه هادي كتتحضرها البنات بسرعة بسرعة يعني كتلقوا راسكم واحد اشرين دقيقة يلا كنتو خفاف اشرين دقيقة ان الساعة وانتو ما حضرتوها كاملا اذرتوها في تلاجة تالي كانوا جايين عندكم مثلا ضيوف وبغيتو تدروها كداسير يعني تقدموها مر من الاكل فصراح اقتراح لي هو ساهل و لديد كيجي لديد بساف صافي خديت البنات من هاديك الكريمة اللي صايبت محاكم في الاول خديت منها شوية درتعها كف واحد واحد زي بلوك باك ولا جايب الحلواني انا غا ما كانش عندي باش هكا نحاول نقولي البنات الجناب كيم ما اشتو باش هكا ذاك البيسكويت ماسك فتوضعوها كغيش شوية في الجناب ها الطريقة الموضح في الفيديو من بعد غادي نجيب البنات البسكويت وغادي نفزقو شوية ديال الحليب حالها كاينا ناخدو شوية ديال الحليب عادي بارد ونفزقو غا ما من واحد جيهة واحدة ونبدأ نستف في الاسفل كيم ما لاحظتو في الفيديو وصافي دوك الجنيبات حتى هوا ما ندير فيهم إلا بنت لكم شي جنيب خاوي ممكن تقسمو البيسكويت ما شي ضروري نعمرو ومهم احنا غادي نديرو طبقة ديال البيسكويت بهذا الشكل موضح في الفيديو هنا يا البنات نحاول انني نقاد ذاك البيسكويت نقادو اللي بنت لكم عوجة قدوها وصافي نستمر بهذا العملية هادي مبادل البنات غادي نجي وندير طبقة ديال الكريمة اللي حضرتها معاكم كريمة ديال الجبن هنديرو غين نصف الكيمية ما هديش نديرو الكيمية كاملة ونبدأ غادي نجيب بالفواكه هندي هنا يا انواع ديال توت مهم استعملو اي فواكه بغيتو ديروهم فيها كيبقى لكم الاختيار ممكن ديرو حتى مكسرات قطع ديال الشوكولات اللي بغيتو صافي ندرتها كاستفت بعض الحبات ونبعد غادي نجيب بنات وندير الطبقة ديال البيسكويت عاوتاني غادي نقاد فسكوف الحليب مهم ساهلا ما اهلا والله العظيمة دي غا بنت صغيرة تديرها يعني بنتي يكون تشوف الطريقة غا تصيبها الراسها يعني صراحة ساهلا ما كد ما اسهل من هاكا صافي ها الطبقة البنات الاخيرة غادي نديرها الكريمة كل ها المتبقية عندي ونحاول انني نسرحها ونبسطها صافي في هاد المرحلة هادي البنات غادي ندخلها تلاجة اقل شي اربعات الساعات غايف تلاجة مش في المجمد باش هكا تقبط راسها بالنسبة للمرحلة التزيين حتى تتبهو تقدموها عاد غادي نزيينوها فدائما الحاجة تتبهو تقدموها عادو زيينوها باشا كاي القادة كالديكور ديالها زوين ودو كليف حوي بقا هاك فخاش وطريين هانا هي البنات مباد مدازة ربعات السواية عشو بتدو كليف حوي كي ما كلكم انواع ديال توت الاسود وتوت الاحمر وبديت كنزيين بحال هكا كنحط بطريقة عشوائية يعني غنعمر ديك الطبقة بليف حوي بهاد الشكل هادا وبطبيعة الحال الليف حوي كنغسلوهم مزيان ونشفوهم ما يكونش فيهم الماء بدا البنات غادي نزيد بعض الاوراق صغير ورندي النعناع اي هكا باش يعطوني فهمتو عاكو عارفي الالوان انا الحاجة احتى كنديرها وكبقى يبالي لا رخصها الوينات خصها هادي فموهم ضفت عاك ورقها ديال النعناع كيش بحال النعناع على البنات صراحة كيعطي منظر جميل اي حاجة زينتو بها النعناع كيعطيها منظر جميل ويم هنا البنات ضفت هاد الاوراق الذهبية الخاصة يمتزين الحلويات بطبيعة الحال كيتكالو ركينين في امازون صافي هنا يلبنات فتحت هاداك المول وغادي نجيب البنات واحد الحاشية بحال هاكا وغادي نحاول ندير واحد البابيون مهم الحاشية يلا كانت تكون في اللون الاحمر ولا البنية هتكون افضل انا صراحة كانت متوفرة عن ديخي في اللون الابيض ودرتها مهم جاد سوينة صافي عنو هاد النوع دي اللي تاخت فاش كنا اخدوهم اصلا بالمخبازات وكوشي كيكونوا ديما معروفين كيدلو لها هاد الحاشية هادي على اساس باش يشدو هاداك البيسكوي كتع تحت ديكور جميل اما هاداك البيسكوي راه دي جام تماسك مع الكريمة لانو خليناه في الثلاجة اللي ساق مزيان ما هاداك الكريمة ما كيت زعزع ما تشي حاجة وصف البناتة نحاول نزينها مهم انا غلط ما درتش واحد هاداك الكارتون اللي كيدلو فيه الكيك كتكون كتحت فوقو الكيك مباشرة باش هاكا فاش تحيد المول نحيد حتى هاداك الصينية اللي كتكون التحت فهم الاحسنتوا ما ديرو هاداك مهم ما ديروش بحالينا دي ما كنخدم بالزربة معاجد غاغي كنشوفو ناعي السكوشي عاد كنمشي انا نصور لانو ما كيخلينيش نصور وكيبقى قاسلي الكاميرا وركو عارفين مهم هادا هو الشكل ديالا تاخد جات رائع جدا اكيدا تشوفوها معايا في اخر الفيديو غنقطعها معكم كل شي ودبالبنات غدي نحضر مملحات مملحات اللي كايش بقاع الناس يعني كنضن في اكبيرة كتفضل مالح على الحلو ما عرفت شو مهم خليولي في التعليق انا شخصيا كنفضل مالح على الحلو وكايش بني ندير المملحات بزاف فاليوما هنشارك معكم واحد العجينة اللي تخرجوا بها عدة اشك المملحات وكادي نجحة مليون في المئة وغزالة ورتطبة بالنسبة للعجين البنات تحتاجو 600 جرام ديال دقيق الابيض يكون مغربل يحتاجو جوج معلقة كبار ديال الحليب بودرة عندي ربع كاس ديال زيتون او لا ممكن ديرو زيت العادية عندي جوج ملعقة كبار ديال زبدة بدرجة حرارة المطبخ الملح حسب الطوق ملعقة كبيرة ديال السكر ملعقة كبيرة ديال خميرة العجين والماء الدافئ باش نجمعه العجين نجيو دبل البدائل بنسبة للحليب بودرة كالي كتقول لك مثلا ما عنديش حليب بودرة فماشي مشكل ممكن استغني عليه ولكن بدل ما تجمعي العجينة بالماء غادي تجمعيها بالحليب الدافئ سوف تفاهمين يالا البنات دباء على بركتي الله نبدو نحضروا العجينة او الحاجة البنات خديد شوية ديال ماء دافئ درت في هاداك الملعقة ديال السكر وغادي نضيف له ملعقة ديال خميرة العجين وغادي نحركهم ونخلي هديك الخميرة حتى التفاعل خليوها تقريبا واحد عشر دقائق حتى التفاعل مزيان سوف يدب غادي نجيبو العجانة او لما ممكن تعجنوهم بيد ديكم ماشي ضروري نهائيا العجانة انا غادي كنبغي نسرع لي العملية سوف نضيف الماء الدافئ بيتدريش شوية بشوية او انا كنعجن في هادا العجينة هدي وكنجمعها بالنسبة للزبطارة ما نسيتها هادي هي نضيفوها حتى الاخر بحال شكل ديال البريوش سوف نضيفوها حتى الاخر وغا نضيفوها مهم انا كنبغي نضيف الماء بيتدريش شوية بشوية لعجينة مخصاش ديجي قاسح ومخصاش ديجي رتبة مهم مخصاش يجي بحال هادا القوام هادا صوفي لي وصل هادا القوام هادا البنا commencerك بكذا سوف نضيفوها ملقصه الزبدة انا كنضيفهم دقة واحدة ونضيفهم لعجانة ندخل مزيان هذه الزبدة يعني في هذه العجينة صافي وهكا تكون حدنا العجينة جاهزة وهنا البنت العجينة صافي راها جاهزة فانا غادي نخليها البنت تختامر ترتاح ولكن خديت منها واحد القطعة سوف نضيف لها ملون لانو هادو هندير بهم بيرجر صغير ميني بيرجر فاللون يجي مهم غامق انا هادا ما كانش عندي اللون الاسود عندي داك الموف ولكن فالشي طيبو غادي يجو اسود مومتو ما يلا عندكم اللون اسود عندكم اللون الاحمر اللي بغيتو هدي في حالتي لا بغيتو ديروهم ملونين را كيجو زوينين ولو مؤخرا كنشوفوهم بزاف اللي بيوفي ناس لي كيخدمو دو كليت خاتر وكل شي ولو كيدرهم في الحفلات كيجيوا صراحة كيجيوا منظر جميل هاكا الانزمال طاويلة ديالكم وضيوف ديالكم كيحسوا انو كينختلاف يعني ما خدمتيش داك شي غيب عجينة واحدة وانترا كيدرتي داك شي بعجينة واحدة صافي البنات مبعدها نديرها هكا بزلفة بحديتها ديك العجينة مبعد ما ندخل فيها اللون مسيان ممكن دخلو غيب يديكم وصافي ومبعدها نخليها تختامرة هنا البنات العجينة مبعد ما اختامرت انا اخدها نقسمها على ثلاثة وخديت واحد العجينة منها ونحاول اني نقسمها السبعة والثمانية ديال القطع باش هاكا ندير بها هاكا ميني بيرجر بحال هاكا ممكن تقسموها حتى على عشرة ولا تناشة لحسابكم إلا بغيتوا دلو بيرجر صغير وارب الساف فممكن دلو حتى لتناشة لحباب هاد العجينة فهي ممكن تتغرم يعني كدير كيمية كتيرة انا درت سبعة ديال الحبات بحال هاكا كيماشتو اشحال ما صغرتو اشحال ما يجوكم الكيمية كبيرة سافي هنا هنمر العجينة الثانية فانا هنديرها بحال شكل البينية بحال هاكا ونحاول اني نكورها ونقررسها وناخد واحد القطعة دائرية بحال هاكا ونحيي دادك الزائد اللي في الواسط ويجو بحال هاكا يجو مهم فيهم ديك التقب في الواسط سافي بالنسبة للشكل تالت فهو نديرو على شكل باقيتس كنحاول نكور في الاول العجين كلو اللي عندي نديرهم كورات بحال هاكا ونبسطهم هاكا بالميدلك ونحاول اني نجمعهم بالاصابيع ديالي بحال هاكا ونديرو على شكل باقيتس ميني باقيتس بحال هاكا وهم الفيديو راكي يوضح كل شي كنحاول ما امكان نسرعو باش هاكا ما يجيكمش فيديو طويل بزاف لانه راف الاول قبل المونتاج راكي يكون الفيديو في ساعات يعني حتى كندلو المونتاج عاد يعني كنصغروا ما امكان وكنحاول نسرع باش هاكا ما يجيكمش الفيديو طويل هنه يبنات خديت هاد الجينا هادي اللي ضفتليها اللون كي موكتلكم متخافوش مش هادو اللون اللي هادي خرج يعني في النتيجة غاي خرج يعني لون ميل الاسود موهمتو ما كي موكتلكم ديرو الملون الغدائي اللي عندكم اللي بغيتو اللون اللي بغيتو تخرجو غالبا ما كيديروه في اللون الاسود والاحمر كيجيزوين سوف ناخد هاد الجينا انا بدا نشكل بها هاكا يعني كويرة صغار باش هاكا ندير بها ميني بيرجر وصوفين مهم رأي يا جينا كملتها راك ندير هاكا في سينية اللي مفرشة بورق الزبدة وصوفين بدا البنات انا اخد نغطي قاعد بدا البنات خديتهم كلهم وغطيتهم وخليتهم يختمروا للمرة الثانية ضروري تخليوا لجينا تختمر للمرة الثانية خليوا واحد من الساعة هاكا كولا ربعين دقيقة على حسب لانه ده بلجو شوية بارد وصوفين بعد ما اختمروا البنات هادو غدي اندهنوهم باصفر البيت مع شي شوية دل حليب فاشي شوية دل حليب داك اصفر البيت وهادو دائريين هاكا نديرهم حتى هما ميني بيرجر بحال هاكا هادين نرش عليهم كيميالة بأس بها من زلجلان مهم مرشون تملي بغيتو فتزين كيبقلكم الاختيار انا كنعديكم مجرد افكار هادو اللي درتهم بحال شكل البينيه غادي تاهم اندهنهم باصفر البيت وغادي رشهم بالجبن جبن مبشور عندي اي جبن مبشور عندكم ديروه فوق منو ركي جوزوين ينفشي طيبو ومبادزت واحد الرشة ديال المعدنوس ناشف ممكن ديرو اي اعشاب مناسبة ترشوهم حتى هما سوف انا نكمل الكيميال اللي عندي واندخلهما البنات للفران نحن على درجة حرارة مئة وخمسين درجة مئوية موسيقى هادو اللي درتهم البنات علي شكل باقي تاهم اندهنهم باصفر البيت وشي شوية الحليب وغادي نرش فوق منهم البنات الشوفان شوفان اللي هو الخرطال سوف يتاهم اندخلهم الفراني طيبو وهادو البنات اللي درتهم هاد اللون هادا غادي البنات ندهنو بابيض البيض يعني اي بيرجر ولا مملحات درتهم بلون مختلف من غير لون العجين حاولو انكم تدهنوهم بابيض البيض ماشي باصفر البيض باش هكا يعني يبقى محافظين على اللون إلا ما بغيتوش تمديرو ابيض البيض ادهنوهم بالحليب شوية ديال الحليب او لالياهورت مستوس كي بقى لكم الاختيار وطبعات الحلم وما كان عدة اختيارات باشا كي يكون عندكم مجموعة من الافكار يعني لما عندكم شكي البدائل سوف يتاهم ما ندخلهم طيبو هدو البنات شكل ديالهم بعد ما خرجوهم الفران يا سلام شوفوا البنات ما نعودش ليكم شحارتات تبهين وزوينين ما كي يخدوش وقت كتير في الفران هادو البنات كي ماشتون بعد ما طابور او اللو يبانو في اللون الاسود مبقاش داك الموف يعني تاكد تفتحوهم الداخل عدو يبانو لكم شوية في الموف مهم انا را ما صغرتهم مش بالزفره ممكن تصغروهم كتر من هاكا وتخرجو كيميه اكبر يعني لكنا عندكم مثلا هزو ما بغيتو تخرجو كيميه اكبر من هاد ستميات قرام ما را تخرجو ما شاء الله انا را كبرتهم شوفوا قد الحجم ديال يديرهم كبار شي شوية ماشي صغيرين وصفيها هما البنات نخليهم حتي ببردوعد نعمرهم وهنا يوجدت البنات باش غادي نعمر هنا طيبت شوية لناغيت ديالتجاج واجدين كناخدهم عندي المورتادلة عندي السوريمي الفخوماج مهم عمرو باش مبغيتو طيبتها الكفتة كفتة كانت عندي ماشي الخاصة بالبرجر كفتة عادية درتليها توابل وطيبتها في المقيلة ضغية ضغية مهم بنسبة لهذا القتراح الاول كما شتو دهنتو بشوية ديال المايونيز ممكن تدهنو اي سوس بغيتو درت واحد القطعة ديال الخص درت شوية ديال كورنيشو والكفتة اللي طيبت طيبت هغيف الفران ودرت واحد ديوش قطع ديال جوبن الخاص بالساندويتشت وصديت البرغر بحلاكة ودرت لي هاد العويد وجا شكل ديالو هو هادا جا صراحة زوين بساف مهمنا نعطيكم اقتراحات انتو ما اكيد عمرو باش ما بغيتو بالنسبة الاقتراح تاني هو ديال هاد البرغر الاسود فحتى هو دهنتو بمايونيز ولا دهنو باي سوس بغيتو وغادين ديال قطعة ديال لنوغيت ديال الجاج ممكن طيبو صدر ديال الجاج طيبو هدديروه تكونو مطيبينو مدووزينو في البيض ولا شا بلو هد طيبوه ماشي ضروري لنوغيت بدل بنات زت جوش قطع ديال جوبن الخاص بالساندويتشت وزت قطع ديال الخص من الفوق درتها هاد المرة في الفوق ماشي في الاسفل وسديت ساندويتش بهالطريقة هاده بنسبال هادو اللي كيجو بحال الدونات بحال هاكا تهو ما دهنتهم هادو دهنتهم بالفروماج ماشي بمايونيز وضفت الجوبن هاكا ديالساندويتشت و هنايا سوريمي ممكن ديرو الصومو انا ملقيت الصومو فاش بشيت نتقطة قطعت غير سوريمي فاجبتو و هادو اللي بنادير الشوفان ندير فيهم المرتديلا نحلهم بحال هاكا ممكن تفتحوهم غي من جهة واحدة انا شوفوا الداخل كنوريكم كيفاش كيجي الخبز خاوي و خفيف و زوين بساف هنا دهنتهم حتا هادو بالفروماج ممكن دهنو بمايونيز كي موكتليكم و سوف نديرتهم قطعة غندير فيهم حتا هما الخص فخوماج و المرتديلا عندي المرتديلا البنات السلامي و طبيعات الحال حلال مهم اي حاجة كنوريها لكم في فيديوهات ارا حالال ميمكن ليش البنات انا ندخلش حاجة مشي حالال دار ديالي الحمدونيلا و سوف البنات تقدمتهم فادلي بلاتو هادو ممكن تقدموهم ف بلاتو واحد يكون كبير وتخالفوهم يعني تديروا كل سطر من كل نوع كي بقالكم الاختيار انا درتهم فاد البلاتويات هادو مهم بالنسبة ل هاد البلاتويات هادو بزاف لكي سؤولوني مي كاتاخوديهم كان ضن بنات كندا كل هم راخدة و هم هادو البنات خديتهم من دولار امرا متوفرين كيدروا 4 دولار بالنسبة لبنات لي ما عارفينش سيروا لأي دولار ام احداكم و تايل ما لقيتوهم شفش دولار ام احداكم بعدو شفوش دولار ام اخرى و ركينين في الدوغي و في هذا هذا الاجنتي هذا صراحة زوين ان هما مش شي كاليتي ولكن في شوفه كي بنو زوينين هكا في التقديم ما صراحة كينفعو صراحة انزم زوينين هكا كينفعو في التقديم بساف هنا البنات خديت هاد الكيسان هادو كي جو زوينين هادو كي بقى ورائي تقديم ممكن اشربو فيهم ممكن تقدمو فيهم هكا مكسرات تقدمو فيهم الشيبس الشوكولة كي بقى اقتراح و هادا غي عيد ميلاد بسيط بيني وبين ولداتي و الزوج ديالي صراحة الراجلي دائما مكيبغيش يحتفل بعيد ميلادو كي يقولي لا مديريش مديري ليتاشي حاجه ولكن انا دائما كنفعو دائما سبحان الله راد باربع تاشر سانات دي الزواج مشي سهله و كل عام ما يمكنش ما ندلوش عيد الميلاد ضروري يعني بحالو بحال الولاد ديالي يعني خاصني ضروري نحتفل بهم ندلليهم بعيد الميلاد نقدر انا ما نديرش و ما نفكرش فراسي ولكن هما ضروري كنبغين نخلقهاك اجواء و نفرح بهم داك النهار هاداك ماشي بغرض اننا زع ما نحتفلو ولكن بغرض انو داك النهار اللي تزادوا فيها اولا الدكرة ديال داك النهار يعني نهار اللي هو مميز و خاصنا ما ندوزوش عادي فهمتو كيفاش و بطبيعة الحال كيدوز النهار صار حاري جدا كيدوز النهار مختلف للنهارات ديال كيكون واحد الروتين واحد ركو عارفي النوع من ستريس خصوصا الناس ديال الغربة كيكون لدنا واحد ستريس كبير بزاف يعني مع هاد الحياة و النهارات كيدوزو دغياء فما فيها باس كنستغلو الفرصة في اي مناسبة كتجي كنحاولو نخلقو اجواء مع بعض ديالتنا و نفرحو شي شوية و نفرحو الوليدات و كيكونو اكيد صور للدكرة ضروري لانو السنوات كيجريو و مهم كانت ديال طاويلة البنات ديال عيد ميلاد زوجي اللي كيكون في اخر شهر ديسمبر يعني هو دائما جاي في الاخر كيقول لك الاخر مبخر هاد شي اللي كايين مو يتمنى انو الافكار يكونو نالو اعجابكم كيما اشتو بعجينة واحدة خرجت عدة اشكال ديال المملحات و انا كيعجبوني صراحة بحل هاد النوع ديال الافكار اللي كيكونو بعجينة واحدة ما تقويش على رسك ما تقويش على رسك قوة العجينات و كل شي ندبه سيحتو معاجاد واللي تصافي في السهل السريع ما بقيش كنبغي يعني انضربت امرو مبقاش عندي حتى الوقت بزاف والله العادة ما البناتيني الوقت والله مين ذهب يعني ما بقيش مبقاش ذاك الوقت يعني باش هكا تبقيت حد رايح ويجلي كيخدو بالساف تيال الوقت فالمهم الكيك ها هو انبت مقطعتو وريتو لكم من الداخل كيجي خاطير غايجربوه على البناتين على حسابي الديد 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 بزاف مهم جربوه وردو عليا الخبار كذلك مملاحات حتى هم جربوهم وردو عليا الخبار ومرحبا بيكم عندي في الانستغرام ديالي اللي كيظهر لكم على الشاشة اللي ممتبعاني جد اللي يفولو ادي نوعدكم نولي اكتيف فيه كتر ونقنشارك معاكم حتى وصفات حتى تماما ان شاء الله وطه الله فراسكم ومن تساونيش باللايك الى عشبكم فيديو هكا باش شجعوني ان شاء الله غدي يكونوا فيديوهات مميزة بقول لكم مع السلامة شكرا لكم مرة اخرى على التتبع ونتلقى ان شاء الله في الفيديو الماجي يلا باي 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 بسلامة تابع الحديث شكرا لكم على المشاهدة اشتركوا في القناة